السلام عليكم ورحمة الله وبركاته المشاهدين المتتبعين للقناة أنا روز تيفي كنا رحبوا بكم في هذا الفيديو الجديد على قناتكم أنا روز تيفي اللي غادي نهضروا فيها على واحدة المسألة كيقوموا بها منشئ المحتوى في اليوتيوب وبالأخص الناس اللي كيشرحوا الطبيقات والناس اللي كيشرحوا البراميج وكيشرحوا كذلك لمواقع فهذه رسالة مني لهذه الناس وبالأخص لمحمد نيت إبراهيم هو شخص اللي كان حبوه وكان قدره وجميع الشروحات دياله رائعة ممتازة ورائعة جدا فنقول لك شكرا جزيلا السي محمد نيت إبراهيم على هاد الشروحات وعلى هاد طريقة ولكن يا أخي عليك أن لا تنسى أن هناك أناس آخرون يتابعونك في القناة ديالك وهم واحد الفئة كبيرة جدا الفئة ديال المكفوفين اللي ما كيشوفوش هذا الشيء اللي كانت تشرحه في القناة ديالك يعني إنسان اللي كان يشرح شيء تطبيق كل شيء برنامج ما يقولش ورك على هاد اللعيبة وهبطل هنا وزيد ورك على هاد تويشية تهياء ولا زيد هادي ولا دير هادي ولا زيد خلي هنا لأن ما كتشرح هاد بهاد طريقة واحد الفئة كبيرة من المكفوفين اللي ما كيبقوش يتبعوا القناة ديالك وما كيبقوش يتبعوش شروحات ديالك لأنه ما كيستفدوش من هاداك التطبيق ولا من هاداك البرنامج ولا من هاداك الموقع اللي انت بتشرحه بهذاك الطريقة لذلك رجاء يا أخي رجاء يا إخواني كاملين كيشرحوا التطبيقات وكيشرحوا البرامج وكيشرحوا المواقع من اللي ستشرح الموقع سمي الأمور بمسميتها يعني سمي ذاك البلاصة اللي انت غد تورك عليها ولا غد خليها سميها بالإسم ديالها لأن هناك فئة كبيرة أخرى ما كتشوفش وغادي بغي يدخل لذلك التطبيق ولذلك الابليكاسيون ولذلك الموقع ولكن بأي طريقة خاصة ولا بد أنه يستعن في الشرح ديال الفيديو بشخص مبصر وهذا اللي كيخلق ليه واحد إزعاج كبير وكيخليه قاع أنه ما يبقاش نهائيا أنه يفكر في هذا التطبيق ولا في هذا الشرح اللي درته في القناة ديالك وكيشوف هذا الفيديو اليوم والغداء نفس الحالة يعني وبعده وبعده نفس الشرح ما كتسميش المسائيل بالأسماء ديالها ما كتسميش يعني البلايس اللي كتدخل ليهم بالأسماء ديالهم يعني نتفرج اليوم غداء بعيده 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 يعني غانتفرج واحدة خمسة عشرة الفيديوهات را ما مبقاش نتفرج ما مبقاش ندخل لها ديالك القناة لأنني ما كنستفد منها وتاني حاجة لأنني رأى ما يعني ديالك القناة رأى ما مجهش لي أنا كشخص كفيف مثلا يعني لذلك رجاء أن السيمو حمد نيت إبراهيم والإخوان كاملين يخدمون في المجال في هذا المجال ديال شرح التطبيقات وشرح المواقع مثلا آمين راغيب وغيرهم 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 من الناس اللي هو ما يعني كي شرحوا وكي يديروا هذا المسائل ديال شرح المواقع التطبيقات والبرامج رجاء رجاء سموا الأمور بمسميتها ولا تسموها بغير مسميتها لأن كما قلت لكم رأى الفئة الكبيرة ديال المكفوفين را غادي تقلقوا عليكم صراحة غادي تقلقوا عليكم وهيقول لكم علاش يعني الشرح موجه لنا مبصيرين وليس للمكفوفين ونحن بطبيعة الحال كأناس مكفوفين را نحب المغامرة وكنحبون يعني أننا عزيزي علينا أنا شخصيا عزيزي علينا أنني نبحث ونتقعت لهم ضرب من أجل أنني نوصل لديك المعلومة ونوصل لديك الحاجة اللي اللي وصل لها واحد الشخص آخر وربما نكون أفضل من واحد شخص آخر اللي هو مبصير ومضارب ومتقاتل وما وصلش لواحد المسألة اللي هي يعني في المواقع في المواقع في البرمجة بصفة عامة يعني في اسميته المجال ديال الكترونيات بصفة عامة يعني هذا ميساج وجهته الإخوان ديالنا في اليوتيوب محمد نيت براهيم وغيرهم وبالأخص محمد نيت براهيم لأني واحد من الناس اللي كانت تبع محمد نيت براهيم دائما ودائما كانت تبع لي فيديو دياله محمد نيت براهيم رجاء المراجعية جاوبني على هذا الفيديو وقل لي أنا صرحت أخويا بلكيفية اللي انت بغيها وشكرا جزيلا نتمنى أنكم ما تبخلوش بجيم وبارتاج وكمونتير في الفيديوهات ديالي يعني وديروا أبوني في القناة ومرحبا بكم وكان شكركم جزيلا شكر على المتابعة ديالكم للفيديوهات وما تنسوش تشاركوا القناة كما قلت لكم على الأصدقاء والعائلة ديالكم هداء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته